أحمد كأنه عنده سؤال زي فضلت الدكتور حدي يحس بحلاوة الذكر يعني أو لو بيذكر وما حسش بأي تغيير أو بأي حلاوة في القلب يعني هو على كل حال احنا نعبد الله سبحانه وتعالى لا من أجل تحصيل حلاوة على فكرة ولذلك لا تنتظر من الذكر حلاوة إنما تحدث حلاوة للذكر إمتى عندما لا تنتظر لها حلاوة كل ما كان قلبك متشوف أنه تحصل حلاوة للذكر تبقى أنت بتعمل علشان الحلاوة دي لكن أنت خليها لله واجعل دائما عبادتك لله ومرة سألوا أبا يزيد البستامي السؤال ده قالوا ما لنا يعني نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نجد لذة للعبادة السبب قال عبدتم العبادة خليتوا بالكوا قوي من العبادة على فكرة أنا بقول ليل ده أنا بذكر كذا وكذا ده أنا إيه ده وانت بتمنى على الله يعني ولا إيه تليك الشرف أن ربنا وفقك أنك أنت تذكر أصلا يعني وتقول له يا رب أنا مقصر مش تفتخر وتتفاخر عبدتم العبادة يعني قصدتم العبادة يعني مش واخدين بالكم من هو اللي انتو بتعبدوه فالقضية مش في الوسائل مش فينا صلي واذكر وأقرأ القضية أن أنا أفعل هذا لله يبقى خلي بالك من بقى لله دي أعبودوا الله تجدون لذة العبادة أعبودوا الله تجدوا لذة العبادة هتجد لذة الذكر إذا ما بحستش عن لذة الذكر واشتغلت بالمذكور سبحانه وتعالى فتباني الواحد يبقى مع الله سبحانه وتعالى كده هو بيحبه وبعدين يقول لذة يقول لذة بنا لذة أنا بحبك أنت بس أنا مليش تدخل بأي حاجة تاني هتجيب لي لذة هذكر مش هتجيب لي لذة هذكر وهستمر على هذا اللي يا أخوانا الذكر ده وسيلة وسيلة مش مقصود يعني مولانا مفيش حاجة مقصودة المقصود مقصود الكل يقول لك في الأسئلة كده مين مقصود الكل تقول الله فما اللي عندنا في الطريق كده يقول لك مقصود الكل مين هو تقول الله